دلوقتي معدنا مع موجز لأهم وآخر الأنباء موجز التسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع زملتنا هالة الحملاوي بن الله تفضلي هالة شكرا محمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وخلال الاتصال تبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليومي والبركات كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة للتهنئة بعيد الفطر المبارك حيث بعث كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقيات تهنئة أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليومي والبركات كما بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقيات تهنئة أكد فيها ولاء رجال القوات المسلحة للمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها دفاعا عن الوطن كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقيات تهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي منوال مقهى بوقف إطلاق النار في غزة فورا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية مؤكدين أن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلب السلام إلى الشرق الأوسط وأشار قادة مصر والأردن وفرنسا في مقال مشترك نشر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن واشدد القادة الثلاثة على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات السيادة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حيث تم استعراض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات كما تم التأكيد على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتحذير من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أنه جرى تحديد موعد الاكتياح لرفح الفلسطينية دون الكشف عن الموعد الذي تم تحديده من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تطلع على موعد الاكتياح الإسرائيلي لرفح مضيفة أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية واسعة النطاق لرفح الفلسطينية الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة وصلت قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم السادس والثمانين بعد المئة حيث شنت قوات الاحتلال غارة على جنوب شرق دير البلح ووسط مخيم المغازي ووسط قطاع غزة تزامنا مع تنفيذ طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرقي مخيم المغازي كما استهدفت قوات الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة غزة وشمال المحافظة الوسطى ومناطق من جنوب القطاع هذا وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و47 مصابا مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33 207 شهداء و75 933 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي عقدت محكمة العدل الدولي أولى جلسات الاستماع في الدعوة المقدمة من نيكاراكوى ضد ألمانيا بشأن تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء حيث أكدها ممثل دولة نيكاراوى خلال الجلسة أن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة مضيفا أن بلاده تطالب ألمانيا بوقفه كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطينيين أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر أنظمة دفاع جوي وأنظمة للطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأمريكية وسفن التحالف وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنها تكرس كل قدراتها البحرية لحماية حرية الملاحة وقعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن التحالف والحويات التجارية قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف بعد محادثات مع نظيره الصيني وانجي في بكين إن روسيا والصين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن في منطقة أوراسيا وأضاف أن الحوار سيتم بمشاركة أولئك الذين لهم تفكير مماثل حيال هذه المسألة مشيراً إلى أن البلدين ستواصلان التعاون في الحرب ضد الإرهاب في إطار علاقتهما التي تمر بأقوى مراحلها من جانبه قال وزير الخارجي الصيني وانجي إنه ناقش الوضع في قطاع غزة وأوكرانيا مع نظيره الروسي انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل